السلام عليكم ازايكم يا جماعة عاملين ايه يا رب تكونوا بخير ان شاء الله النهاردة هنعمل 400 قطعة باسكوت من بتاع المحلات اللي احنا بنشتريه اللي هو كده بالزبط من كالو دقيق نفس الطعم ونفس النتيجة ونفس كل حاجة فيه ودايب جدا وكل ده هتعرفوه باذن الله في الفيديو شافوا شكله حتى من جوه عامل ازاي ودايب في الاد ازاي ولونه حتى كل ده باذن الله هتعرفوه اللي لسه جديد يعمل اشتراك وتفعيل الجرس وكل اللي موجود اعجاب للفيديو ومشاركة عشان كلكم تستفادوا من شاء الله الوصفة مش مكلفة خالص واقولكوا بدايل ان شاء الله المعاي المقدري يا جماعة معايا 8 جرام زبدة ما عندكيش زبدة نيوزلندي زبدة عادية بس هقولك تكا لازم تتعامل فيه وعليهم بالمعلقة 21 معلقة بيرة سكر بضرة ما ينفعش سكر عادي زبدة عادية يبقى انت هتستعملي 8 جرام برضو بس هتحط لهم نص معلقة صغيرة راحت برتقان بتتبع عند قاية عطار ما تكتفيش بالفانيليا بس فيه لازم راحت البرتقان مع الزبدة العادية الزبدة العادية اللي هي بتتبع الفيرنو كريستال والحاجات ده وجنة عادي لازم فيها راحت البرتقان بيكون طبعا الزبدة ساقة ما ينفعش السكر يكون لسه مش مطحون لانه بيخليها تحجر ما ينفعش بسمنة برضو هكذا بيخليه ينشف مش هيخلي زي ما انتم شايفين كل الملحوظات هقولها في الفيديو وطبعا يا جماعة كله بقى يعمل اعجاب للفيديو ومشاركة ليه واللي لسه جديد اشتراك وتفعيل الجرس لكل اللي موجود طبعا هنزل بالواحد وعشرين معلقة كبيرة من المعلقة الكبيرة العادية سكر بضرة معايا هنزل بيهم على الزبدة والزبدة طبعا بتكون ساقة مش بدرجة حرط الغرفة معايا واحنا كمان في الشتاو كمان يعني انا مش هعملها بالمضرب انتو بس شفتو كده في جاد في دماغي فكرة تانية خالص وبجاد انتو لما تعرفوها هتشافو انتو النتيجة ممكن لو عندك العملية دي متش هتشتري عجان لو انت بتفكر تشتريه نزل طبعا بالسكر اهو طبعا المضرب استغنت عنه تماما هو دقيقة بس قمت دخل على طول على الكبه وضربت المكونان الزبدة والسكر بصوا عملوا ازاي والزبدة ساقة كمان شوفوا بقيت كريمية ازاي والعجان ولا حاجة ده مضربة قصدي ده كبهو معايا تضربوا كويس وقلتلكوا الزبدة بتبقى ساقة في المرحلة بتاعة البيض هنحطوا بطرقة سهلة هنحط بيضة بيضة بنكسر كل بيضة لوحدها ونقوم دربنا على طول كده عشان الناس اللي ما بتعرفش تحط البيض كويس معايا ونقوم دربنا على طول تختفى التانية الكالو خد مني اربع بيضات بس لسبعة ولا تمانية ولا كلام من ده وما فيش رحة الزفارة اطلاقا معايا هكذا هنكسر التانية برضو نحطها برضو عشان تشوف اهو بياخد اربع بيضات مينفعش بط بلدي لازم تكون بيض اللي هو اللي بنبقى احنا شاريين معايا باكسرها كده يا جماعة طبعا ايدي ما عملتش اي حاجة يعني عشان محدش يعني يقولي كلمة يعني فانزلت بالتانية هو وببدأ اللي انا اضرب وكذا اكسر التالتة ومع الربعة بنزل معاها بمع الاصغيرة فانيليا عندك اللي هي البودر اللي هي الحطها كوية شوية كان با عندك سيلة انزل بسيلة معايا بصوا مقه البدأ الاخير با هنزل معاها بمع الاصغيرة فانيليا انت برضو معا الفانيليا برضو تنزلي بنص معا الاصغيرة من معا الاصغيرة ريحة بورتقان لو انتش مستعملة زبدة نيوزلندي لازم ريحة البرتقان دي ومش غالية انتو عارفين كويس اللي هي مش غالية شوفهم في الكب بالله المضرب بتاعك تشمي في ريحة حرق ولا كلام من ده ولا ريحة شياط وكل ده ولا اي حاجة الكب محمد السلح فيها اللي بيخلي الزبدة تتضرب كده كويس عارفين الكب اللي هي حتى مش غالية ببقى معاك سلاح كده شبه بلاستيكي بتقوم انت شغالة بو هيزبط معاك برضو ايا كان شافوا بتضرب كويس ازاي بضرب فيهم كويس جدا طبعا يا جماعة بنصيبهم يتضرب كويس جدا بحس اللي احنا نخفي كل حاجة مثلا من البيض وكذا انا قلتلك الزبدة اللي انت استعملها اي نوع ما فيش اي حاجة بس لو انت هتستعمل حاجة غير النيوزلندي يبقى انت هتحطي ريحة البرتقان معاك ده هم جدا لها محمد ريحة البرتقان عشان الطعم بيدلها التقوية سنة لكن ايها هي زبدة واحدة بس كبقى اختلاف بقى والماشين بقى اللي عاملها وكذا يعني بصوا بقى اتكرميها خالص ازاي جدا اها بننزل بقى في طبقة بصوا بس عشان الطبقة ده كبير بس معايا عشان مش عايزة طول الحلقة بصوا نازلة عاملة ازاي عملت معايا 400 قطع كبير جدا ولسه ده طبعا لسه ما خدش الدقيق اللي بقولك بس مادة الخلط عاملة ازاي ايه دك شغالة بسباتيولة ها طبعا سخنت اتضربت بقى فسخنت بننزل بالدقيق ونسيبها في التلاجة ربع ساحنة في الشتاء في الصف بقى سباش وايه حلوان اهو بتنزل بقى بالدقيق كده وايدك شغالة نص كباية بنص كباية نخل لنخل تقومي نخلة وبنزباتيولة واشتغلي وقت ما تقل على ايدك بالتقليب بالزباتيولة اشتغلي بايدك بس طبعا مش بتقل اللي هو ببقى زي الحجر طبعا يعني ولا ببقى زي العجينة ولا الكلام ده ببقى يعني كويس كده بصوا عامل ازاي اهو تشتغلي بالكيس وفي ايدك ولازم يكون دقيق مخصص للباسكوت والحاجات دي اللي هو ما بيكونش بعرق وكده اهو طبعا انا على قد ما قدرت ما طاولتش الحلقة جبتلكم المفيد وخلاص المقدير سهلة وكل حاجة فيها كويسة جدا وشفت انتو في المقدم عاملة ازاي كل ده انتو شفتو يعني كويس جدا اهو ببقى قلبها كده وبنزل بدار بدار معا ما ينفعش برضا قوم بعد ما اخلص كل حاجة اللي انا اقوم شغال فيها على طول لان مش هتبقى كويسة اخلص لما تتخبز اهو بصوا عاملة ازاي نعمة جدا اهو بطلو كل الملحوزات وكل حاجة ولي لسه اجديد يعمل اشتراك وتفعال الجرس واللي موجود اعجاب للفيديو ومشاركة اهو بنزل بنص كوباية بنص كوباية المصفى يعني بتاخد نص كوباية فبنزل نص بنص بنص بنزل نص وبأم قلبه وخفيه وبنزل بالورا فهكذا 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 معا الحد معا بخلص خلص الكمية وبوريكم عاملة ازاي اهو بصوا يا جماعة بصوا كمية كبيرة جدا الطبق كبير اصلب جدا زي ما انتوا شايفين اهو بصوا مقدة ايه ان شاء الله وشافوا نعمة ازاي اهو لا فرحة زفارة ولا في اي حاجة ولا كلام من ده وخصى لما انت تحط كل بيض على حدة الوحدة يعني كل واحدة على حدها يعني الوحدة هتطمني على مدى عدم ظهور زفارة مفيش فرحة زفارة نهائي نهائي مفيش ومع ان مش مستعمل فانيليا يا سيلا مستعمل بوضع معايا اهو على قد ما قدرت اهلخص الحلقة بس انتوا شايفين كمية العجين واقولك كم ملحوظ سبناها في التلاجة ربع ساعة وده عامل مهم بقوم جايب في كس حلواني اقولك معلومات اهو كس حلواني ببلبل على شكل رزة مقفول اهو ده جميل تعمل منه الطويل والمدور ده يعني عادي متعملش بقى البسكوت بالعريضة العريضة والله العظيم بتبقى معظمهم متني وهتحس اللي عجنتك فيها مشاكل وهتشك في نفسك وفي عجنتك بتبدأ تعمل قطعة البسكوت اهو بعلمك من الاساسيات رفاية ما تنفعش لازم تكون محملة سنك وما تعملوش بقطعة البسكوت اللي هي اللي هي العريضة بصوا شكله عامل ازاي جماعة 400 قطعة مرتاح بس طبعا عشان كان في حلقتان بتعملهم في نفس الوقت فعلى قد ما قدرت يعني اهو بصوا شكله وطبعا بنفس البلبلة اللي على شكله رزيت مقفولة وشفتوا برضو العجنة اهو قدامكم اهو برضو البلبلة اللي على شكله رزيت مقفولة اه عملنا بقى الاشكال اللي هي هتطويلة وهتشاف كل دور بتعمليه وخلصت صوانك بتقوم حتى العجنة في التلاجة اقع اللي انت تستعمليها وانت ما حتطعاش تاني في التلاجة لان احنا طبعا بنشغل الفرن على طول والحرة بقى بتتوزع عندنا في المطبخ هتيجي بقى تعمل هتلاقى بتقطع معاك وهتقول لقى العجنة بايزة لقى ما عرفش هلاقى عشان خدت حرارة سبقى في التلاجة كل دور تعمليه وتقوم حتى في التلاجة بالقرتاس بحاله بالعجيه وما تمليش القرتاس لعينه عشان تعرف تتملك منه نصه كده عشان تعرف تشتغل معايا وتقل على ايده وده طبعا اشكال على شكل برضو رزيت المقفولة على شكل طويل اهو بتعمل على كده طبعا يا جماعة خلصة بس حابات اللي انا اوريلكم برضو حاجة كده عشان كنت تقفل الحلقة شكله هو هو اللي احنا بنجيبه من بره بالزبط مفيش فرحة اي زفارة ناعم جدا ممكن العجنة دي تستغلها برضو في بوتوفورة عادي كلام من ده وانتو شايفين شكله حتى من جوه ولونه ودايب جدا في ايده خالص ازاي اهو كل ده يعني من كل ودقيق وعملنا نتيجة كويس كله يا جماعة لو سمح اعجاب للفيديو ومشاركة واني لسه جديد يعمل اشتراك وتفعيل الجرس وانتو شفت كل حاجة مانسونش بقى في اللايك يا جماعة واني لسه جديد يعمل اشتراك وتفعيل الجرس وسلامه عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر